بين خاطرتين مع الدكتورة هناءنا من كاني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل اللي يسمعون عسى أيامكم ولياليكم مليئة بالرضا والسلام والفرح والإيمان بعد يوم عمل طويل حسيت فيه بإرهاق جدا شديد وغالبا إذا أرهقت أدخل في حالة من الصمت وفي طريقي للبيت توقفت لساعة في بيت أحد الصديقات وكان هناك حديث شيق مختلف عن الرضا عن الراحة عن السعادة والفرح تحديدا في رمضان حاولت أسمع بكل الإنصاط لكل كلمة كانت بتنقال وكانت الفكرة اللي حقيقي بعثر الترتيب أفكاري مختلفة وكأني أسمعها الأول مرة هل استعديت لرمضان بالفرح؟ أي فرح؟ ومن هنا ألهمتني هذه الساعة لحديثي معاكم اليوم في أول حلقات بين خاطرتين وبين القلب والعقل والجسد والروح كل واحد فينا جسد وعقل وقلب وروح وأول ما يفكر فينا ترى قلوبنا والقلوب هذه تحمل مشاعرنا وإيماننا وعباداتنا ولو شوية فكرنا في عباداتنا حنلاقي هالدور حول هذه المشاعر بين الحب والخوف والرجاء فهل يوم سألنا أنفسنا هل حقيقة أحنا بنحس بهذه المشاعر أو شيء منها وأحنا بنؤدي العبادات؟ هل بنحس يوم ما بنصوم بشيء مثل هذا أو بالأجر والثواب اللي حنأخذه من الصيام وأنه ما له حدود؟ هل بنحس أن الله سبحانه وتعالى ذكر وأنا أجزي به؟ لأنه جزاء جدا عظيم فما حدد؟ يوم ما بنصلي هل بنحس أن صلاتنا هذه ممكن نستعين بيها على المصائب والابتلاءات؟ وعلى آلامنا وأحزاننا؟ واستعينوا بالصبر والصلاة؟ هل بنحس وإحنا بنتصدق أنه هذا الصدقة يوم القيامة حجينا كغيمة تضللنا؟ هل شعرنا بالطمأنينة وأحنا بننفق؟ على أولادنا وعلى أهلنا أو نتصدق على المحتاجين؟ أنه يا ابن آدم أنفق أنفق عليك هل حسنا وأحنا بنتعامل مع الآخرين سواء ساعدناهم سعنا في حاجاتهم أو حتى لو أحد أذانا عفانا عنه أو سامحنا أو على الأقل ما ردينا على الإساءة بإساءة بالأجر العظيم اللي ممكن ناخذه؟ مرات شعورنا بهذه المشاعر والأحاسيس في قلوبنا خاصة مع العبادات نبغى بس يكون صعب علينا لأنه أغلبنا إلا من رحمة ربي غرق في متاهات الأمور المادية ورذم الحياة المتسارع اللي احنا عايشين فيه لكن تعرفوا أسهل طريق يخليكم تستشعروا معنى آخر للعبادات مهما كان حالكم وإن قلت وإن زادت عباداتكم ومهما كان وضعكم معرفتكم بلا بتعبدوا لا تفوتوا فرصة رمضان أنكم تتعرفوا على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لأنه دائما التجارة مع الله رابحة لو بس اليوم سمعت حاجة أو فتحت كتاب أو قرأت عن اسم من أسماء الله حتلاقي الخير لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ومن أتاني ماشيا أتيته مهرولة وقتها حنفرح أنه إلهنا وخالقنا هو الله إذا عمرك أو عمرك ما حسيت بهذا الفرح المختلف في رمضان قرروا هذا السنة ومن اليوم أنكم تحسوا بي أفرحوا مع أهلكم وأصحابكم وأطفالكم برمضان أفرحوا بيا باغي الخير أقبل وكونوا منهم وابغوا الخير كل يوم لما انتصحوا من النوم حاولوا تقولوا أنه إحنا نبغى نصوم صيامنا كويس نبغى نصوم إيمانا واحتسابا نبغى نحسن أخلاقنا نبغى نقرأ قرآن ونبغى نقوم في الليل أنوا الخير وحتلاقوا الخير طالما نياتكم صادقة وخالصة لله سبحانه وتعالى أفرحوا وفرحوا غيركم ولو بشق تمرة وأفرحوا أنه شقة تمرة هذه يعتبر من الإنفاق في سبيل الله والله يضاعف لمن يشاء وما في حد لهذه المضاعفة خاصة في هذا الشهر أفرحوا أنه أجر الفرائض مضاعف والسنن والنوافل لها أجر الفرائض أفرحوا أنه أبواب الرحمة ترى كلها انفتحت وافرحوا أنكم وصلتوا لهذه الليلة العظيمة وغيرنا كثير ما وصلوا أفرحوا أنه قدرتوا توصلوا الأول ليلة من ليالي رمضان وارجوا العدق فيها من النار أفرحوا يوم ما تسمعوا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقلوا يا رب ارضى عننا مهما كان وضعنا وحالنا واذنوبنا ومعاصينا وسوء أخلاقنا وتعاملاتنا نجاحنا أو فشلنا في الحياة عند الله اللي يفرق أننا نرجع وأننا نتوب ونقول يا رب ونستعين به ولو ما كنا قادرين نعمل أي حاجة إلا أننا نذكره خلونا نذكره ولو بس قدرنا نقول يا رب قلبي مكسور ونفسي مكسورة وأنا مرة ضعيف بس خايف وكل رجاء أنه أنت وحدك اللي حتقدر تفتح لي أبواب الخير ترى ممكن تكون هذه الساعة هي اللي حتقرر فيها التغيير وهي اللي حتغير حياتك أفرحوا بأبواب الجن المفتوحة وقلوها لأطفالكم وللناس اللي حالكم بشروهم وافرحوا معاهم أنه أبواب النار مغلقة وأن الشياطين اللي امتعبتنا طول السنة ترى جدا ضعيفة في هذا الشهر وصفدت أفرحوا أنكم قادرين على الصيام والقيام بصحة وعافية واشكروا الله على هذه النعم أفرحوا واطمحوا أنكم تكونوا من عتقاء الله في هذه الليلة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أفرحوا وأطمحوا أنكم تكونوا من الناس اللي الملائكة تستغفر لهم وقت السحر قبل الفجرية ولا تضيعوا هذا الوقت من غير استغفار حاولوا وإنتوا صايمين تذكروا الله لأنه خير الصائمين الذاكرين أعرف ممكن هذا الكلام يكون ثقيل على البعض وكثير لكن حقيقة إذا في كل شهر ممكن تزهدوا لا تزهدوا في هذا الشهر عن الأجور ممكن نقول كلها 30 يوم نبدأ بنية صادقة حبا لله سبحانه وتعالى طاعة لله رجاءا للخير اللي عند الله بكل الأجور والرحمات والجوائز والأشياء الجميلة اللي الله سبحانه وتعالى وعدنا فيها في هذا الشهر ما تدري لعل شعورك هذا بس أو شعورك هذا بس هو اللي حيغير حياتك أو حياتك كلها الشيء أفضل وأجمل وأحلى ونقدر نفرح الفرح الحقيقي برمضان والخير اللي يجي معاه ولا تشيلهم أحوالكم مهما كانت من تقصير لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر لصوركم ولا لأعمالكم إنما ينظر لقلوبكم خلونا نصلح حال قلوبنا لتكون أكثر راحة وسعادة تبعا حياتنا حتكون كذا خلونا نقرر نطهر قلوبنا وننتقل بقلوبنا وعقولنا من الشك إلى اليقين من القلق بالتفكير إلى التفكير المتزن السوي من سوء الظن والتشاؤم إلى حسن الظن والتفاؤل من الضعف إلى القوة والعزة وبين خاطرتين حنتكلم بين هذه الخواطر لعلنا بالعلم والإيمان ينور الله بصيرتنا لما فيه صلاح أحوالنا الحلقات ببساطة وبلغة بإذن الله كلنا نفهمها بعيدة عن أي تعقيدات وكل سهولة حنتكلم فيها بين خاطرتين وحنبدأ بين الشك واليقين في حلقتنا القادمة اللهم اقسم لنا من خشتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وأعنا على الصيام والقيام واجعل القرآن ربيع قلوبنا والصلاة قرة لأعيننا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كنت معاكم هنأنا من كان في أمان الله